اشتركوا في القناة بيت الله الحرام فجمع بين الحسنيين قبلة إبراهيم وقبلة اليهود فلما هاجر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة أمره الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وفرحت اليهود بذلك كثيرا وما زار الرسول صلى الله عليه وسلم يشعر بالحنين تجاه مكة المكرمة ويهفو قلبه إلى البيت العطيق إلى قبلة إبراهيم عليه السلام وما زال الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء يدعو الله ويبتهل إليه أن يعيد القبلة إلى بيت الله الحرام فاستجاب الله عز وجل ونزل أمين السماء إلى أمين الأرض يبشره بتحويل القبلة فلما علم المؤمنون بالخبر قالوا سمعنا وأطاعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ونزل في اليهود والمنافقين ومشرك كوريش كرآنا يتلى إلى يوم الدين سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرك والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ولأن الحق واحد واضح أما الباطل فمتعدد فقد اجتمع السفهاء من الناس من مشرك كوريش ومن المنافقين ومن اليهود على الطعن في الإسلام فقال السفهاء من مشرك كوريش يوشق أن يرجع محمد إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا وقال السفهاء من المنافقين لو كانت القبلة الأولى حقا فقد ترك الحق ولو كانت القبلة الثانية حقا فقد كان على باطل واستشاط اليهود غضبا وقالوا إن كان محمد نبيا حقا لم يخالف قبلة الأنبياء من قبله وأتى جمع من سفهاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرك والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سيقول السفهاء والجهال وضعاف العقول من اليهود والمنافقين ومشرك العرب في سخرية واعتراض ما الذي صرف هؤلاء المسلمين عن قبلتهم التي كانوا يصلون إليها إلى بيت المقدس قل لهم أيها الرسول المشرق والمغرب وما بينهما ملك لله والله عز وجل يهدي من يشاء من عباده إلى الطريق القويم المستقيم هذه الآية الكريمة دليل على صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لأنها تتحدث عن أمر غيبي قبل أن يحدث وهو قول السفهاء في تحويل القبلة ولماذا قال الله عز وجل سيقول السفهاء ولم يقل سوف يقول السفهاء لأن السين تفيد قرب حدوث الأمر أما سوف تفيد بعد حدوث الأمر والسفهاء جمع ومفردها سفيه وهو خفيف العقل خفيف الرأي لا يعرف بواطن الأمور ولا يعرف أن يفرق بين المصالح والمفاسد وتخيل معي لو قال السفهاء لن نقول هذا القول لنطعن في القرآن الكريم ولكنهم بالفعل السفهاء ولله الأمر من قبل ومن بعد سيقول السفهاء من الناس ومن يهتم بقول السفهاء وفي هذا تسريع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين وما أكثر السفهاء في هذه الدنيا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ويا للعجب قد يكون الإنسان رشيد في المال والأعمال ولكنه للأسف الشديد في الدين سفيه بعيد عن ملة إبراهيم سيقول السفهاء من الناس فالسفيه لا يملك إلا القول ليس لديه أي عمل عجبا للسفيه بعقله المحدود أتى ليعترض على تقدير الله تعالى على حكم الله تعالى للمؤمنين سيقول السفهاء من الناس من الذي حكم عليهم بالسفاهة إنه الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها مع أمر الله عز وجل لا حاجة للاقتناع قبل العمل لا تترك نفسك فريسة سهلة للسفه وخوي إيمانك بالتعرف على الإسلام الحقيقي من الكرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لم يكتفي السفهاء بضلالهم بل حاولوا تشكيك المسلمين في إسلامهم فاحذروا منهم ما ولانا هو الله عز وجل أما أنتم فأضلكم الشيطان إلى سوء السبيل إنه النسخ وهو موجود في كل الشرائع السماوية في اليهودية والنصرانية ومعنى النسخ هو تبديل حكم شرعي بحكم شرعي آخر قل لله المشرك والمغرب فليس لنا الاعتراض فالله عز وجل يفعل ما يشاء ويأمر بما يريد قل لله المشرك والمغرب دعك من الأمر وانظر إلى الآمر قل لله المشرك والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فلابد للصراط أن يكون مستقيم واسع ممهد واضح لعوجاج فيه ونحن ندعو الله عز وجل في كل صلاة اهدنا الصراط للمستقيم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ومن أراد الصراط المستقيم فعليه بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والصحابة ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين جزاكم الله خيرا